السلام عليكم السلام عليكم اليوم ان شاء الله نبدأ معكم في الكورس الكمبيوتر فور انجينيور نبدأ في تشابتر 1 اللي عنوانها انترودكشن تو متلاب انترفاس نبدأ بايش هو المتلاب بعدين نشوف الاستخدامات ونشوف ايش اللي حنا استفيد منه في هذا الكورس اولا المتلاب نعرف انها اختصار لايش المتلاب اول ما اكتشفو كان محاضر سنة 1970 لمساعدتاش لمساعدة الطلباء لدراسة الانيار الجبراك اكويشنز وفيما بعد تم تسويقه من طرف شركة الماثوركس اللي هي فاوندد ان وان ناين ايت فور ممكن لو بالدكية معلومات عنها ترقاها على هذا الموقع الماثور برنامج ممكن يستخدم تحسين الاناليزيس تحسين لحل معروف انه ممتاز للبرمجة كمان بالنسبة للرسم كل ما هو رسم يعني الطاقة عنده قوة قوية والاهم هنا انه معناها سهل جدا انك تدرسوا دراسته يعني ما هو برنامج صعب جدا لا يلزموا كودات ولا شغلات ولا شغلات زي كده سهل جدا استخدامه ممكن تستخدمه على الويندوز زي ما رح نستخدمه نحنا مكينتوش او لينكس او دوس حتى ممكن كما تستخدمه على التليفون اتهاد سيفيرال تول بوكس يعني تول بوكس متنوعة اللي حل بعض المسائل الخاصة بك حسب تخصصات جوزة في ماتلاب استخدمات نستخدمه المات كامبيوتيشن ممكن تعمل انت الالغوريتم تبعك خاصة بك انت داتا اكيزيشن تحسب بها المعدل او المين فالجو او الافريج او شغلة زي كده يستخدم كمان في المودلينج النمذجة المحاكات والبروتو تايبينج يستخدم في data analysis exploration and visualization يستخدم في الامور العلمية والهندسية اساسا engineering graphics هذه تخصنا نحنا كطلاب هندسة في نهاية هذا المقرر نتمنى ان شاء الله هنا نتعلم ما هو الماتلاب نتعلم كيف يمكن نبدأ الماتلاب كيف نبدأ ماتلاب نتعلم مبادئ الماتلاب لحل مسائل تخص بنا نحنا فيما بعد حسب تخصصاته في النهاية ارجو ان نكون تستخدم تستخدم ان تكتشف نفسك الماتلاب علشان تحل بها امور مسائل خاصة بك انت في مجالك كانت هندسة مدني ميكانيك اي تخصص اخر في الهندسة او حتى تخصصات غير الهندسة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة